السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجولة 23 من كأس الأمير محمد بن سلمان الهلال يتصدر في 45 نقطة أما الشباب يأتي في المرتبة الثانية ب45 نقطة كذلك الأمر أما الاتحاد ف41 نقطة في المرتبة الثالثة أما التعاون وكذلك الأهلي في المرتبة رابعة والخامسة ب35 نقطة ثم ننتقل إلى النصر بعد فوزه على الأهلي ب33 نقطة والاتفاق ب32 كذلك الخادثية في المرتبة الثامن النقطة 31 ثم الفيصل ب30 نقطة أما الرائد وكذلك الباطن والفتح وأبهى ب28 نقطة أما الوحدة يأتي في المرتبة 14 27 نقطة وضمك 21 نقطة أما في المرتبة الأخيرة العين في 17 نقطة ثم ننتقل إلى هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فيأتي في المرتبة الأولى جوميد ب18 هدف ثم فابيو في 15 هدف أما المرتبة الثالثة فيأتي رومارينيو في 14 هدف لاعب الاتحاد أما كارلوس لاعب أبهى ب14 هدف أما جوليو في المرتبة الخامسة ب13 هدف ثم ننتقل إلى بقية الهدافين أمير محمد يأتي لاعب ضمك في 13 هدف ثم ميتشيل يأتي ب11 هدف لاعب الفتح حسن العمري القادسية يأتي ب11 هدف وكذلك أمر السومة وريناردو ويوسف وكريم يأتون بعشرة أهداف ثم نعيم فليب في 8 أهداف و7 أهداف